السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا فضحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا الفيديو اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة لحرشة دي المحلات او حرشة دي الزنقة لما بدون زبدة بدون بيض بدون حليب وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولاعجبكم ما تنسوا الشاركو في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد وبسم الله على بركة الله قد نبدأ معكم المقادر ثم شفتوا معايا يعني حرشة كنصوبوها في الدار وكنصوبوها بوحد طريقة ساهلة ساهلة من اسهل ما يكون بسم الله هنا عندي وحد خمسمائة جرام دي السميدة اللي كتكون هكا سميدة سميدة رقيقة دي الحلويات يعني ماشي الفينو كتكون شوية حرشة كتكون من نوعية جيدة وعندي وحد الكيس دي الخميرة الحلويات حجم سبعة جرام عندي نسكس دي الزيت انا هنا مزج ما بين الزيت نباتية وزيت البلدية ولا ما كيناش الزيت البلدية ديروا زيت نباتية رمشي مشكيل عندي جوش كيسان دي هول ما وعندي الملح عصب الطوق وعندي وحد المعلقة دي السكور سانيدة هادو هم المكونات اللي نخدم بيهم كيف ما قلت لكم ارا ما فيها شي مقادر كثيرة وكجيل دي دا بسم الله انا غدي نجيب السميدة هي اللي ولا غدي نخدم بيها كندير هاد الكيس دي الخميرة الحلويات كندير معلقة مع مرش دي السكور نص معلقة دي الملحة نص معلقة صغيرة كنخلط بيدي بحلها كندير واشيف كنخلطهم زيان وبيدون خميرة كينا خميرية الحلويات فقط هنا نسكس هاد راه كالكس ديال العنبة انا عبره يعني نسكس ديال العنبة ومع زيت زيتون كتعطي وحد البنة لديدة وكنجي كنبقى بحلها كنبسسها مزيان اي ضروري من هاد العملية ديال باش نبسسوها مزيان باش كتشرب ديك الزويتة وإلا كان عندنا الوقت مقدرو نبسوها حتى نستسويع ونغطيوها ونخليوها مثلا بغينا نصوها كف القوتي اللي عشية في الصباح كنصيبوها بحلقة نبسوها ما كنديروش على الخميرة كنديرو في المكونات الاخرة وكنخلو الخميرة هي الاخرة وتنغطيوها وكنخليوها حتى وكنخلطوها يعني نتخلط ديالها ره ساهل كنزيد نبسسها مزيان صافي وغادي نجيب الماء صافي غادي نضيف الكس تاني ضيف الكس اللول الكس تاني انا هاد الكسان عندي في القياس ديال العنبة وكنخلط بحلقة بصباعي ما كند الكوهاش صافي كنخلط بحلقة المكونات بزيان صافي غادي نجمعها ونجمع الجوانب ديالها مزيان وكنحطها على جنب غادي نغطيها صافي كنحطها على جنب غادي نجيب مقلات تقيلة انا عندي هنا يا زبدة واحد لاشرة قران ديال الزبدة اللي كندهن بيها مزيان باش كند جيب لنا هكا الحرشم كندجي محمرة من تحت كندهنها مزيان حتى كندوب على ديال الزبدة كنجيب سميدة ناشفة وكندير وحد الكيمية هكا لبعسابيها ديال سميدة فيما قلت لكم اراها ساهلة وكاد جي ساهلة وضغية كنوجدوها هكا الوليداتنا احتلين احنا ايه علش اللغب لما ناخدوها هكا من المحلات الاقل راك نصيبو شي حاجة في دارنا اللي نقية صافي بعد ما هكا دهنت المقلاء غادي نجيب حلاك اللاز العجينة شفتو معاي رفدت كتشرب كنجمعها بحال هكا فلوس ديال طاوة بحال هكا غادي ناشفتو معاي غادي نهزها باش غادي نديرها بحاكا في ولو كتبال لكم هكا تشرب كنجمعها وتنقدوها لان را سميدة بوحدها ما فيها لا لا فورس لا تحاجة كندهن بحال هكا كندردر سميدة وكنجرس انا كنجرس وانا كنقد كيف ما قلت لكم ما را هنحرش هدي الزنقارة ساهلة كنزيد هكا اننا نقد وكندرد البلاص اللي كتبال ليا ما فيهاش سميدة باش كتجيب ديك التحميرة بحال هكا كتجي محمرة كندردروها بسبيدة ناشفة وانقاد الجوانب احنا المقلبة بقى باردة بحال هكا الجوانب ديالها كندردروم هكا بسميدة كنحاول باش كنقدها وكنمسحها كوحد مسحة بيدي باش كتكون الحرشة مقادة من الفوق غالي نجيبو حد المعلقة وتنقدك تشقاق ديال الجناب بحال هكا كنقدو باش ما كتبقى شينا مشقا هكا من الجوانب ستمروا لها بحالكة بمعلقة قدوا بالدينا انا هانا تبعت معاكم الخطوات بالنسبة لبنية المبتدئين بحكا لي كيبغيوا تصيبو الحرشة ره ساهلما ماشي صعيبة كنجيب هكا صنية وكندوزها عليها بحال هكا كتقدها صعفينو كندروا مسحة خفيفة بحال هكا صعفينو كنحط فوق البوطر كندير العافية شوية مهيلة ما تكونش العافية مجهدة هي كتسخن وانا كندور باش كتسخن المقلة كاملة من الجوانيب دبرة بدت كتطيب احنا كندوره بحل هكا غادي تبدأ دير لنا بحل هكا بحل الفقاعة كندوزه عليم يدينا بحل هكا او كنحطه عليم الصينية وانا كندور وهي كالطيب على فكرة هنا ركت تاخد شوية طيب لانها كتكون العافية مهيلة ركت تاخد وحد 30 دقيقة او 35 دقيقة وهي كالطيب على التحت ديالها باش مشي عارة تبدأ الطيب وغادي تقلبوها لا خليوها حتى كتحسوا بها ره طابت والعافية مهيلة كتب عليكم الحمورية من الجناب بدتك تتحمر من الجناب صافي وغادي نقلبها دعبة ضروري كندير هكا واحد كندير هكا سربيتها وكنقلبها لانا لعدنا هكا المقلة التقيلة كتكون سخونة غادي نرجعها فوق البوطة صافي وغادي هكا نخليها شوية هكا حتى كتبرد وغادي نجيب واحد المرسول هكا دي الزبدة وكان نبدأ بحال هكا كندهن باش كتجي بلينا محمرة من الفوق وكتجي محمرة حتى من تحت غادي نرجع الحرشة دينا على الوجه الاخر انا قلبتها هكا في الصينية مقلوبة راكا تجينا ساهلة غادي نحطها فوق البوطة على عفية مهيلة هاد المرة ما كنت تاخدش معنا الوقت يعني كنحضيو معها كنحطوها فوق البوطة وحنا كنقلبوها هكا بيدينا ضروري ما تنقلبوها هكا بيدينا باش كتطيب من الجوانب كاملين والحرشة دينا هاي وجدات خضت معنا 11 دقيق بفي الوجه الاخر صافي حين احنا وجدناها وكتجي من الد ما يكون ونرفقوها هكا بسيلة او نرفقوها بسبداء او بالجبن باش مما بغيتو وكن نكون ودرنا شي حاجة اللي فضارنا وكتجي لديدة وكنعرفوه بأن نرى نقية وما في هاش قوام كتير يعني ما كتطلعش ما كتتقامش علي نرى غالية يعني كتتقام علينا حسن مكان ناخدوها من المحلات كتتقام علينا رخيصة وما تنسوش اللي عجبكم في فيديو ما تنسوش شركوا في القناة والضغط على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد واللي قدم على القناة كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وشكرا على المشاهدة وكنقول لكم بصحة وراحة وغالي يخليكم مع الصوار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة